إلى الحرب الروسية على أوكرانيا الآن إذ لا تهدأ المعارك في شرقي أوكرانيا حيث يدور قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية في البلدات الواقعة على الخطوط الأمامية بالقرب من مدينة دونياتسك هذا وتواصل روسيا استهداف المزيد من الأسلحة الغربية التي تتلقاها أوكرانيا وفي جديد أهدافها مستودع مخصص لتخزين صواريخ منظومة هايمارس الأمريكية الصنع وذخائر مدفعيات هاوتسر وفي وقت سجلت انفجارات في قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم أكدت موسكو أنها ناجمة عن انفجار ذخيرة وليس عن هجوم ماذا عن مسار المعارك في شرقي أوكرانيا وكيف تبدو انعكاسات الاستهداف الروسي للمساعدات العسكرية الغربية معنا الآن من موسكو كبير المحررين في صحيفة كوميرسانت سيرجي ستروكان سيد ستروكان مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن معارك عنيفة بحسب التقارير خاصة في المناطق الشرقية ومع ذلك التقدم الروسي بطيء بحسب الاستخبارات البريطانية القوات الروسية لم تتقدم سوى كيلومترات قليلة في بعضها لا يتعدى ثلاثة كيلومتر خلال الشهر الماضي لماذا هذا البطء إذا كان هناك بالفعل تدمير متواصل لأنظمة الصواريخ والمعدات العسكرية التي تتلقاها أوكرانيا من الغرب هذا ربما الواقع أو حالة الوحيدة التي أتوافق فيها مع المعلومات التي تقدمت بها الاستخبارات البريطانية المتعلقة بالمعارك في دونباس إنها محقا تماما هذا الهجوم يتقدم بطريقة بطيئة للغاية وفي الواقع سأكون صريحا معكم وأقول أن هنا بين صفوف في صفوف الخبراء العسكريين هناك دائما نقاش بشأن ماذا يتعين أن يكون النمط نمط التقدم الكوات الروسية وهو فعلا بطيئة أم لا واقعيا إن الكوات الروسية تقوم بتوسيع التحكم والسيطرة بمدى أو بمستوى كيلومتر واحد باليوم تقريبا البعض يقول أن هذا لا يكفي البعض يقول أنه يجب أن نسرع من هذه العمليات وأن نقدم مزيد ونستخدم مزيد من الأسلحة وطبعا أنا صريحا أتوافق تقريبا مع هذا الرأي ولكن دعوني أشرح لماذا هذا البطء النمط الذي يقال أو يصف على أنه بطيء في هذه العملية العسكرية أولا يجب أن نفهم أن روسيا لا تسمي ذلك حرب بل هي تسميها عملية عسكرية وهذا يعني أن روسيا لا تستخدم كل قواتها بكامل قدراتها وكامل إمكانياتها بل وحدات محددة لأن هذا لا تعد حربا بالنسبة لروسيا الأمر الثاني هو مثل ما حدث في حلب وبعض المدن السورية الأخرى روسيا دقيقة جدا وحساسة جدا فيما يتعلق بتشغيل العمليات من دون الحق الضرر بالمدنيين وإذا تم ذلك فهذا مثلا يمكن هنا أن نشبهه بعملية طبية نقوم بـ نقومها أو نجريها ببطء لتفادي أن نقوم بقطع أعضاء لا نحتاج إلى قطعها يجب أن تكون جدًا جدًا طيب سيد ستروكان أنت تتحدث عن هذا التقدم وتعطي تفسيرات لمسألة التقدم البطيء نحن الآن نتحدث عن تركيز العمليات في بعض المدن والبلدات في الشرق الأوكراني نتحدث عن باخموت نتحدث عن أفيديفكا سوليدار بيسكي وربما مناطق أخرى هناك أيضًا من يقول أن هناك عدد كبير من التحصينات وخاصة في منطقة بيسكي هذه التحصينات عملت عليها القوات الأوكرانية لفترات طويلة خنادق وممرات معقدة هل لهذا العامل أيضًا دور في عرقلة تقدم القوات الروسية نعم أنت محق تمامًا أنت تتكلم عن كل هذا في إطار الحرب والمكينة الحربية وطبعًا هذه المدن التي تفضلت بذكرها هي تم تدعيمها بطريقة قوية من قبل القوات الأوكرانية في بعض الأحيان نكتشف أو تكتشف القوات الروسية بعض الأمور التي تفاجئ القيادة الروسية تتفاجأ بمستوى التدعيم الذي تم بنائه على مر ثماني أعوام دعونا نقول إنه تعين أو استغرق ثماني أعوام وأكثر من ثماني أعوام بالنسبة للقوات الأوكرانية لبناء مثل هذه التدعيمات وبالتالي من الصعب أن تقوم القوات الروسية بخرقها وربما هذا يقدم الشرح الأفضل لبطء التقدم في القوات العملية الروسية وبالتالي هذه ليست طريق مفروشة بالورود بالنسبة للكوات الروسية بل هي تكدح وتتقدم بحزم بعض العناصر من القوات الروسية ربما تستسلم ولكن الكثير من القوات الروسية تستخدم أو لا تستسلم بالرغم من استلام أوكرانيا لأسلحة متطورة من عدد كبير من الدول الأوروبية من بريطانيا إلى تشيك وهذه المخزونات من الأسلحة تعقد الأمور بطريقة كبيرة بالنسبة للقوات الروسية كان هناك خبر لافت اليوم سيد ستروكان في الإعلام الروسي الإعلام الروسي يتحدث على أن مجموعة تابعة لوحدات فاغنر تتمركز الآن بالقرب من مدينة باخموت ما الذي يعني هذا اللجوء إلى مجموعات عسكرية أخرى كمجموعة فاغنر المعروفة طبعا في نشاطها في عدد من الدول لماذا تلجأ القوات الروسية إلى استخدام مجموعات فاغنر في هذه الحرب برأيها حسناً مجموعة غروب مجموعة عفن فاغنر هي مجموعات يتم ترسيمها على أنها أو توصيفها على أنها مجموعة تعمل خارج الحكومة إذن هي ليست مجموعات حكومية هذا هي مجموعة فاغنر وهي لا تقوم بانتهاك أي تشريع روسي أو أي تشريع تم اعتماده بمفهومي وبفهمي لهذه المسألة فإن مجموعة فاغنر تقوم بتقدم من دونياتس ريبوبليك أو جمهورية دونياتسك واللهانس وهي في الواقع تقوم بالانقصام بين هتين المنطقتين ومع كل الخبرة التي تتمتع بها هذه المجموعة فهي تقوم بتقدم المساعدة بكل ما أتيح لها للقوات الروسية ودعوني أضيف النقطة هي أن في الواقع أن انخيرات هذه المجموعة مجموعة فاغنر تجعل الأمور أسهل بالنسبة للقوات الروسية والجيش الروسي وتسهل الأمور نحن لا نريد أن نجلب إلى الجيش الروسي طبعا كل الشعب الروسي ولذلك نحن نتفادى تجنيد مزيد من القوات الروسية ولكن ضمن هذه القوات الروسية فإن مجموعة فاغنر تعد مفيدة طيب سيد ستروكان في الدقيقة المتبقية واضح أن القوات الأوكرانية أيضا تسعى لتكثيف هجماتها المضادة في الجبهة الجنوبية نتحدث عن عدد من المناطق في الجنوب ميكولايف في خيرسون ربما أوداسا إلى آخره البعض يقول أن روسيا حركت الكثير من قواتها لتعزيز وجودها في الجبهة الجنوبية هل هذا أيضا أحد الأسباب الذي يعيق تقدم العملية العسكرية في الشرق الأوكراني الدفاعات المزعومة في خيرسون من قبل القوات الأوكرانية كانت حديث الساعة لعلى مر أسبوعين في الإعلام ولكن إذا ما ذهبنا إلى الإعلام الأوكراني والمصاد الأوكرانية في الواقع هي تعلق أمال كبيرة جدا على هذه الهجمات المضادة المزعومة من قبلهم وأيضا تقول هذه المصادر بأنها تعلق أمال كبيرة على استخدام صواريخ هايميرز ويعتقدون أنها تستطيع أن تغير المعادلة هل نأخذ ذلك نحن في الواقع نأخذ ذلك على محمل الجد ونحن نعلم أن القوات الأوكرانية قوية للغاية ولا يستهن بقواتها ولكن دعونا ننتبه إلى أنه بعد كل هذه التصريحات التي سمعت بشأن هذه الهجمات المضادة لا نتكلم عن هجمات المضادة في الأيام الأخيرة لماذا؟ لأنهم ربما أدركوا أن وضعهم حاليا مختلف عن الوضع الماضي وهم ليسوا وطيقين من نجاحهم في هذه الهجمات المضادة وهم يدركون تماما أنها قد تفشل وقد تكون المسمار الأخير في نعش المقاومة الأوكرانية بما أنهم استخدموا أو يكونوا قد استخدموا كل إمكاناتهم العسكرية بما في ذلك القوات الموجودة في دونباس وفي خرسون وإذن الوضع في الواقع معقد وهش للغاية ودعونا نرى كيف ستتطور الأوضاع في الجهة الأوكرانية شكرا جزيلا لك سيد سيرجي ستروكان كبير المحررين في صحيفة كوميرسانت كان معنا من موسكو ترجمة نانسي قنقر